في أول تحرك جدي لها منذ توليها مراسم الحكم في البيت الأبيض وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا رسميا للحكومة الإيرانية نتيجة لممارستها وسياستها اللامعقولة في المنطقة واستمرارها بالعمل على تطوير نظام الصواريخ الباليستية القادر على حمل رؤوس نووية فضلا عن استهداف ميليشياتها في اليمن للفرقاطة السعودية في البحر الأحمر وانتقد ترامب بشدة في تغييدة له على تويتر الاتفاق الدولي الموقع مع إيران قائلا بأنه كان يجب على النظام الإيراني أن يكون ممتنا للولايات المتحدة على الاتفاق النووي الذي وصفه بالمريع والذي مثل طوق النجاة للاقتصاد الإيراني موفرا له أكثر من 150 مليار دولار لكن الممارسات الإيرانية جاءت على العكس من ذلك حسب تأكدات مستشاره مايكل فيلين الذي أصدر بيانه بشكل مفاجئ التحركات الإيرانية الأخيرة بما في ذلك إطلاق صاروخ باليسي والاعتداء على الفرقاطة السعودية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من تهران يؤكد ذلك كله للأسرة الدولية أن السلوك الإيراني يهدد لاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ووجه فيلين الرجل القوي في البيت الأبيض تحذيراً قوي اللهجة وبشكل غير معتاد إلى الحكومة الإيرانية واصفاً الممارسات والتحركات الإيرانية بأنها مزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة مؤكداً أن تجاربها على الصوريخ الباليستية تعتبر خرقاً صارخاً لقرار مجلس الأمنة رقم 2231 الممارسات الإيرانية هذه هي الأحدث في سلسلة من الانتهاكات التي سمرت على مدى الأشهر الست الماضية قامت فيها الميليشيات الحوثية المدربة من قبل إيران بالهجوم على ثرقاتة إماراتية وسعودية وهددت السفن الأمريكية وسفن حلفائها التي تسلك البحر الأحمر الممارسات الإيرانية ما زالت تعمل على تهديد أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لذلك فإن إدارة ترامب تدين الممارسات الإيرانية التي تهدد الأمن ورخاء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وما بعدها وتضع الأرواح الأمريكية في خطر انطلاقاً من اليوم فإننا نوجه تحذيراً رسمياً لإيران ويأتي التحرك الأمريكي المفاجئ تجاه إيران بعد أن أكدت مصادر غربية أن تجربة الإيرانية على الصاروخ الباليستية كانت ناجحة الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية للتلويح بإمتنية فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني ووضع حد الانتهاكاتها للقانون الدولي يجب على إيران أن تلعب دوراً في تعزيز الأمن والاستقرار وأن لا تعمل على إثارة المشاكل ودعم الحروب في المنطقة وأن لا تختلق المشاكل التي تؤدي لكوارث في الشرق الأوسط إذا كانت إيران تسعى للقوة يجب عليها أن تستخدمها في دعم الإنسانية كما هو حال كل الدول وأن لا تستغلها لقتل الإنسانية ومع أن الأوسط الدبلوماسية استبعدت احتمالات المواجهة العسكرية مع إيران إلا أنها أكدت على قدرة واشنطن على ممارسة المزيد من الضغط على تهران والحد من قدرته على التدخلات في شؤون المنطقة أو زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر